بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثالث الابتدائي بإذن الله اليوم طلابي سنقوم بمراجعة أو مجموعة إثراءات لموضوعات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث أرجو الاستعداد وأحضار الكتاب حتى نستفيد سويا من الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها أولها أن أبحث عن مكان هادئ ثانياً أجهز جهاز اللابتوب أو جهاز الجوال استعداداً للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيداً حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة طلابي أول موضوع لنا بإذن الله سيكون عن تكوين الصداقات ما أجمل الصداقة وما أمتعها ماذا نعني بالصداقة طلابي ماذا نعني أنا لدي صديق أو أنا لدي صديقة ماذا أعني بهذه الجملة هي علاقة بين شخصين أو حتى أكثر من شخص تقوم هذه العلاقة على التوافق والإنسجاب أحسنتم هل الصداقة لها تصرفات صحيحة تنمي هذه العلاقة وتقويها أم تصرفات أخرى قد تضعف هذه العلاقة وحتى أنه من الممكن أن تنهي هذه الصداقة أحسنتم إذن هناك تصرفات صحيحة وتصرفات غير صحيحة في الصداقة طلابي ما هي التصرفات الصحيحة وغير الصحيحة هيا لنبدأ بالتصرفات الصحيحة أستمع إلى صديقي أساعده وقت الحاجة قد يأتي صديقي إلى المدرسة ونسى إفطاره في المنزل بإمكاني أن أأكل أنا الساندويتش الخاص بي وإعطاء صديقي مبلغ الفصحة الخاص بي حتى يتسنى له شراء ماذا ساندويتش له من المقصر ماذا أيضا؟ ما أشكال المساعدة للصديق؟ الاستماع له وقت الضيق وقت الحزن ووقت الشكوى أحسنتم هل يصح طلابي بعد أن أستمع إلى صديقي أن أكشف أسراره وأذهب إلى صديقي مازن أو لصديقة نورة وأقول لهم هل تعلمون ماذا حصل؟ سأخبركم ماذا حصل تعالوا وأتكلم لهم لا إذن لابد من حفظ الأسرار وعدم إفشائها إذن هناك تصرفات صحيحة الاستماع للصديق حفظ أسرار الصديق عدم إفشاء الأسرار التعاون مع الاستماع وتقديم المساعدة أيضا إذن ما التصرفات الغير صحيحة والخاطئة؟ كشف الأسرار عدم مساعدة الصديق مد اليد والضرب أو الكلام البذيء ماذا أيضا؟ قل الإحترام قد يكون صديقي بحاجة إلى الإفضاء عن أمر آلمه أو أزعجه ويود التكلم معي فأقول له أنا ليس لدي وقت أنا منشغل هل هذا التصرف تصرف يليق بالصداقة؟ لا إذن أستمع لصديقي وقت حاجته إذن ذكرنا تصرفات صحيحة وتصرفات غير صحيحة في الصداقة طلابي الآن أرجو منكم فتح الكتاب على نشاط عملي يقول النشاط ناقش مع زملائك في الفصل السلوك المناسب عند دخولك للمطعم وتناول الطعام ذكرنا بأن تناول الطعام والخروج إلى تناول الطعام له آداب وسلوكيات صحيحة ومناسبة ماذا كانت؟ هيا لنسترجع ماذا تناولنا في هذا الدرس من آداب تناول الطعام التسمية ذكر اسم الله بسم الله ثانيا غسل اليدين ثالثا الجلوس بشكل صحيح واستقامة الظهر أن آكل مما يليني هل يصح أن أأكل من طبق أخي أو طبق أختي؟ بل أأكل من الطبق الذي أمامي وهو طبقي هل يصح يا طلابي أن أتكلم أثناء الأكل؟ وفمي مليء بالطعام؟ لا فهو تصرف خاطئ حسنا في حال ذهبنا لتناول الطعام في المطعم هل يصح يا طلابي أن أصدر الضجيج والإزعاج وأنظر إلى الأشخاص في الطاولة التي بجانبي والتي أمامي والتي بالخلف؟ هل يصح هذه السلوكيات؟ لا لا تصح إذن يقول ناقش مع زملائك في الفصل السلوك المناسب عند دخولك للمطعم وتناول الطعام نشاهد هنا صديقنا يصدي النصائح لصديقه الآخر قائلا عندما نذهب إلى الخارج لتناول الطعام لابد أن نلتزم الهدوء ونستمع لتعليمات والدينا ونجلس في الكرسي ولا نتحرك كثيرا إلا لحاجة مثل ماذا الحاجة طلابي؟ قد أود الذهاب إلى دورة المياه أكرمكم الله؟ أيضا لابد أن نأكل مما يلينا وبهدوء دون كلام أثناء الأكل أيضا لا نأكل بشكل سريع ونتحدث بهدوء وصوت منخفض أما الآن طلابي سنناقش درس آداب اللعب تناولنا في درس آداب اللعب بأن هناك أماكن تناسب اللعب أو يصح اللعب فيها وأماكن لا يصح اللعب فيها هل الشارع يصح اللعب فيه؟ ها؟ أريد أن أستمع نعم أم لا؟ هيا الشارع أو الطريق لا أحسنتم غرفة النوم هل هي مكان مناسب للعب؟ هيا نعم أم لا؟ لا أحسنتم غرفة الألعاب ماذا عنها؟ مناسبة أحسنتم الحديقة مناسبة يصح اللعب فيها إذن لنشاهد نشاط رقم ثلاثة يقول من آداب اللعب ترتيب الألعاب بعد الانتهاء منها صل بين الوجه المبتسم والصورة الصحيحة لدينا هنا طلابي صورتان صورة بالأعلى وصورة بالأسفل صورة لغرفة مكركبة الألعاب في كل مكان غرفة غير مرتبة بالأسفل غرفة مرتبة الألعاب في المكان الصحيح ويوجد صندوق يجمع فيه صديقنا الألعاب ويقوم بترتيبها إذن طلابي أيهم هو التصرف السعيد والصحيح الذي سنقوم بإيصاله بالوجه المبتسم؟ أحسنتم بارك الله فيكم هي الصورة التي بالأسفل أيضا من آداب اللعب يقول نشاط رقم أربعة المحافظة على الألعاب صل بين علامة الصح والسلوك الصحيح طلابي في حال والدي أو والدتي أحضر للعبة جديدة أهداني هذه اللعبة وقال هيا العب بها هل يصح أن أخذ هذه اللعبة وأرميها بالجدار؟ ما الذي سيحدث؟ ستتلف هذه اللعبة وقد تتعرض للكسر هل يصح أن أضعها في الأرض وأقومها كذا بدهسها؟ إذن ما التصرف الصحيح؟ هي المحافظة على الألعاب بحملها باللعب بها عند الانتهاء منها أضعها في المكان المناسب إذن أتعامل مع مقتنياتي وألعابي بماذا؟ بهدوء وأحافظ عليهم إذن ما الصورة الصحيحة لتصرف الصحيح مع الألعاب؟ هل هذه الصورة التي يقوم باستخدام لعبة باحترافية ويلعب ويستمتع بها؟ أم الشخص الذي بالأسفل الذي يقوم بتدمير ألعابي وتكسيرها؟ أحسنتم الصورة بالأعلى ما هي الصورة للسلوك الصحيح؟ حسنا طلابي قد نذهب في نزهة إلى استراحة أو إلى مكان يوجد فيه مسبح ونود اللعب ونود الاستمتاع بالماء والسباحة هل يصح طلابي في حال عدم معرفتي أو عدم قدرتي على السباحة أن أقوم بالدخول إلى المسبح أو الدخول إلى الماء؟ بلا ماذا ماذا بلا ماذا طلابي؟ بلا أدوات السلامة للسباحة أو ما يطلق عليها لستك؟ لستك السباحة أو أدوات السلامة كما يرتديها الطفل هنا بالصورة كما أشير إليه هذه يطلق عليها لستك هذه الأدوات أدوات سلامة بإذ الله ستحفظني من بعد الله من الغرق أم هذا الطفل الذي دخل إلى الماء حيث أشير لكم الآن دخل إلى الماء بلا أدوات سلامة؟ ما الذي يتعرض له كما نشاهد؟ يتعرض للغرق يتعرض للغرق إذن أيهم هي الصورة الصحيحة التي اتخذ فيها صديقنا إجراءات السلامة؟ أحسنتم هذه هي الصورة الصحيحة طلابي هنا عدة أشكال لأشكال هندسية مختلفة لكن قبل هذا كله سنستعرض الآن لغز سأقوم برسم شكل هندسي وسنخمن مع بعضنا البعض ماذا يطلق على هذا الشكل أو ما اسمه؟ هيا لنبدأ ما هذا الشكل طلابي؟ ما هذا الشكل؟ هل هو مربع؟ طبعا لا هل هو مثلث؟ طبعا لا إذن ماذا؟ دائرة هيا لنسمي هذا الشكل دائرة دائرة أحسنتم طلابي هيا نعود إلى الشاشة ونشاهد هنا العديد من الأشكال الهندسية المختبئة في محيطنا أو في منزلنا أو في عالمنا مثلا هذه هذه التي سوف أشير إليها الآن هي ماذا؟ هي ماذا؟ هم؟ هي علامة أو إشارة تحذيرية ولكن عند مشاهدة الشكل ما هو الشكل طلابي؟ مثلث مثلث حسنا طلابي هنا بالأسفل ما هذا الشكل؟ حيث أشير ما هذا الشكل؟ مثلث مثلث هي قطعة بالطيخ في الحقيقة ولكن عند التركيز على الشكل الهندسي يطلق عليه مثلث حسنا هذه البيضة طلابي عند رؤيتها من بعيد هل هي مربع أم مثلث؟ مثلث أحسنتم بارك الله فيكم حسنا لنشاهد هذه الجبال عند رؤيتها من بعيد ماذا يطلق عليها؟ هذه الجبال الصفراء من بعيد ماذا يطلق عليها من بعيد؟ شكل ماذا؟ دائرة؟ طبعا لا إذا ماذا؟ مثلث أحسنتم هيا لنبحث عن شكل الدائرة طلابي هيا أريد منكم مشاهدة الشاشة والإشارة على شكل دائرة هل يتواجد شكل دائرة الآن؟ أين هو يا ترى؟ أحسنتم هذه الصورة التي بالأسفل هذا الوجه عند التركيز ومشاهدة الشكل يعتبر ماذا؟ دائرة ويرتدي شكل المثلث بالأعلى أحسنتم بارك الله فيكم إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم قبل ذلك هناك عدة توصيات سنتناولها معا أولها الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة نقل الخبرات الأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استوداتكم الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة